التقرير قال إن عمالا من نيبال والهند والفلبين لهم في ذمة مشغليهم رواتب متأخرة قدرها 1700 يورو لكل منهم وهذا مبلغ يعادل بالنسبة لبعض المتضررين راتب عشرة أشهر تقرير أمليستي أشار إلى أن النظام المتسبع في قطر هو الذي يتيح للشركات منع عمالها من العمل لدى شركات أخرى أو مغادرة البلاد سمح لشركات عديدة باستغلالهم وحتى من سمح لهم بمغادرة البلاد فعلوا ذلك على نفقتهم الشخصية يضيف التقرير